اشتركوا في القناة فالعيد فرحة للجميع ليس لأشخاص دون آخرين يجب الجميع أن يشارك هذه الفرحة لأن الله سبحانه وتعالى وفقنا لصيام وقيام شهر عظيم يقول الله تعالى فبذلك فليفرحوا ولذلك حرم صيام يوم العيد حيث نهر رسول عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ومن المعروف فأن الطاقة الإيجابية تزيد وتتسع وتنتشر من نفس نوعها والطاقة الإيجابية أقوى بكثير من الطاقة السلبية والشخص كلما كان في حالة فرح وسرور أو خالط أشخاص فرحين ومستبشرين فإن ذلك سوف يكون له انعكاس قوي على مسارات الطاقة وينشط مسارات الطاقة بجسم الإنسان ماذا يعني إذا تنشيط مسارات الطاقة بجسم الإنسان؟ هذا يعني أن الهالة التي تحيط الشخص راح تكون قوية وبالتالي يكون طاقته وعطاءه وحيويته قوية جدا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الجليس الصالح بحامل المسك شخص محفد شخص إيجابي شخص يملأ قلبك فرح وسرور بينما الجليس السوء بنافخ الكير أفكاره سلبية محبط كثير النقد كثير الشاك طاقته سلبية ويجب أن يسبق كل عمل نية خالصة لله ولذلك يجب على الجميع أن يستشعر أهمية أيام العيد حتى نفرقها عن باقي أيام العام والكل يجب أن يشارك بصناعة هذه الفرحة وذلك من خلال إظهار عدة سلوكيات تدل على الفرح والسرور منها لبس جديد توزيع الهدايا والحلويات على الصغار والكبار إقامة الحفلات والمناسبات دون تبذير كل هذه أفعال إيجابية تعمل على برمجة العقل الباطل على أهمية يوم العيد وقد يسأل أحدكم يقول والله أنا عندي مشاكل مع زوجتي أو زوجة تقول أنا عندي مشاكل مع زوجي أو مع صديقي أو مع جاري أقول لها أن الله سبحانه وتعالى شرع العيد في العام الثاني للهجرة ولم يمنع أن يفرح الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ومكة المكرمة تحت سيطرة كفار قريش فلم يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يؤجل الفرح حتى فتح مكة والعيد فرصة لكل زوج أو زوجة أو صديق أو مختلف مع جارك أن تتصالح وأن تعفو وخير تذكر دائما خيرهما الذي يبدأ بالسلام وأفضل طريقة للصفح أن تلتمس للطرف الثاني العذر وأن تحتسب الأجر وأن تكون مبادر بالسلام فهذا تحتاج إلى مبادرة وتحتاج إلى أن الشخص يكون واثق من نفسه وأن يأخذ بزمام الأمور بإصلاح ما بينه وبين زوجته بإصلاح ما بينه وبين جاره بإصلاح ما بينه وبين صديقه وأن يستغل هذه الأيام لا سيما أن الطاقة الإيجابية مرتفعة هذه الأيام والأجواء مليئة بل محبة والأجواء تشجع على الصلح وخيرا تذكر وخيرا سبق وأنقيل في الأمثال بأن من جاور السعيد يسعد ولذلك الكل منا يحرص على أن يظهر الفرحة والسرور وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر